ان شاء الله رح نتكلم في هذا الدرس عن بعض الفحصات التي تختص بفحص الأطفال المرضى في المستشفى تقوم المستشفى المستقبلة للطفل أنذاك بكل التحاليل اللازمة للكشف عن المرض المسبب للارتفاع درجة الحرارة مثلا ومنها فحصات الدم الشاملة وضاف الكلا وضاف الكبد أيضا يتم فحص الكلا ويتم فحص الكبد أيضا مزارع الدم والبول والسائل النخاعي وذلك ما يتعرض عليه معظم الأباء والأمهات وفي هذا المجال نود التنويه عن أهمية أخذ كمية بسيطة من السائل النخاعي لدراسته من ناحية يعني ميكروسكوبيا وكميائيا أيضا وأيضا يمكن زراعة أهل الكشف عن وجود أي بكتيريا أو فيروسات مسببة للتهاب السحاية ونذكر هنا أن أملية أخذ السائل النخاعي آمنة حيث توضع أبرى في المكان الخالي من الأعصاب ويتم أخذ قطعة صقيرة أو جزء بسيط جدا من السائل النخاعي عن طريق الأبرى ويتم فحص دحجة مجهر ويتم زرعة لكي يتم التعرف عن نوع الميكروبات الموجودة والمنتشرة فيه هذا مما يؤدي إلى معرفة والأسس البدائية يعني عن أسباب المرض إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم في هذا الموضوع بشكل متجدد ترجمة نانسي قنقر